السلام على كل متابعية في هذه القناة كليك أسأل اليوم سوف أتطرق إلى كيف أرتب أعداداً صحيحة تنازلياً أو تساعدياً تنازلياً يعني من الأكبر إلى الأصغر أو تساعدياً يعني من الأصغر إلى الأكبر إذن أول شيء أريد أن أنبه إليه هنا الرمز إذن الرمز هنا هو أكبر إذن هناك بعض الأطفال الذين يعني يختلفوا عنهم الأمر فأضع نقاط صغيرة هنا فتعطيني سبعة فإذا أعطتني سبعة فهو الرمز أكبر أما إذا أعطتني في هذا الرمز فهو الرمز أصغر فأضع نقاط هنا مثلاً أو أضع قلماً أو هذا إذا رأيت أن أعطاني رقم أربعة فهو الرمز أصغر إذن أعود هنا أعطي بعض الأمثلة أرتب تنازلياً الأعداد التالية عندنا خمسمائة وأربعة أربعة عشر أربعمائة وخمسة سفر سفر أربعة وثلاثون خمسمائة وصفر تسعة إذن بطريقة أضع الأعداد عمودياً حتى يتبين وأضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات والمئات يعني تحت بعضها فيتضح هنا الأكبر والأصغر إذن نلاحظ أن أكبر عدد هنا هو خمسمائة وأربعة أضع رقم واحد ثم خمسمائة هو رقم اثنان أضع رقم ثلاثة لعدد أربعمائة وخمسة رقم أربعة هو أربعة وثلاثون أو سفر فالأصفر إذا كانت أمام العدد فهي لا تعد إذن هنا وضعتها عنوة حتى تعرفوا أن الأعداد عفوا ليس الأعداد الأصفار التي توجد أمام العدد صحيح فهي لا تعد عندنا أيضاً وصلنا إلى أربعة عشر هو يعني الترتيب الخامس وصفر تسعة أو تسعة نقول صفر تسعة أو تسعة لأن الصفر هنا لا يعد تسعة هو الأخير ثم أرتبها من الأكبر إلى الأصغر فتسهول إذن ألاحظ من الرقم الأول خمسمائة وأربعة الرقم الثاني خمسمائة الرقم التالي العدد التالي تعفوا أربعمائة وستة ثم أربعة وثلاثون ثم سفر تسعة أو تسعة إذن عندما أضعوا الترتيب عمديني سهول علي ومباشرة أن أرتب الأعداد الآن أمر إلى ترتيب تساعدي وارتبه تساعديا يعني من الأصغر إلى الأكبر إذن هناك أعداد بين بعض الأعداد إذن عندنا واحد وتمانون عندنا سفر أربعة وتسعون عندنا مئة وتلاتة عندنا تمانية عشر وعندنا تسعمائة وأربعة بنفس الطريقة أضعها عموديا فتسهل على المتعلم أن يجد الجواب صحيح عندما أرتبها ولكن أرتبها يعني وحدة تحت وحدات العشر تحت إلى آخره فأصغر يظهر أصغر عدد هو ثم أضعها رقم واحد ثم واحد وتمان رقم اثنان ثم سفر أربعة وتسعون أو أربعة وتسعون ذلك السفر الذي يوجد أمام العدد لا يعد هو رقم ثلاثة مئة وثلاثة رقم أربعة ثم تسعمائة وأربعة الرقم الخامس أو العدد الخامس أو الترتيب الأخير ثم ليسهل علي حينها أن أرتب الأعداد تسعوديا إذن ثمانية عشر أصغر من واحد وتمانون أصغر من أربعة وتسعون أصغر من مئة وتلاتة وأصغر من تسعمائة وأربعة وبالتالي هنا رتبت الأعداد تسعوديا يعني غذية وكانت سعود يعني من الأصغر إلى الأكبر إذن هذا هو درسنا لحصتي اليوم أتمنى أن يكون شرحي أو تفسيري قد راقكم أو أعطى بعض التوجيهات لفهمكم وأتمنى أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وعائلاتكم وأن تضعوا أبني أو اشتراك وأن تضغطوا على يعني لبوس أو الأسبوع ديال جيم وشكرا لكم ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله وأتمنى أن تعطوا يعني تعليقاتكم أو أن تدلوا بتعليقاتكم عن الدروس الممكن أن أشرحها لكم في المستقبل ويدعموني وهذا فضل وليس أمر من أراد أن يدعمني فله كامل الشكر وجزاكم الله خير السلام